كما أكدت الدكتورة جميلة سلمان أخصيئة أمراض معضية في مجمع السلمانية الطبي أكدت أن نسبة شفاء عالية في مملكة البحرين منوهة إلى متابعة المتشافين بعد خروجه من المستشفى إضافة لمتابعة مستجدات فيروس كورونا على مستوى العالم مملكة البحرين طبعاً متمثلة في جميع الجهات القائمة على وضع وتطبيق الخطة الاحترازية على جميع المستويات فهي رح نكمل جميع الخطوات التي تفضل بها الدكتور منافو التي ذكرت وإلا منها أساساً هو الفحص المبكر التتبع للحالات والعلاج المبكر عشان نوصل لأفضل نتائج والحمد لله النتائج الأولية الموجودة على مستوى مملكة البحرين وهي على مستوى العالم معروفة بأنه هو نسبة الشفاء العالية وإن شاء الله هذا يستمر في الأيام القادمة بالنسبة للوضع الصحي للحالات القائمة فموجودة طبعاً العداد يمكن الجميع يقدر أن يتعرف عليها من خلال موقع وزارة الصحة الرسمي في 349 حالة قائمة جميعها مستقرة طبعاً هذه موزعة بين مراكز العزل ومراكز الحجر الصحي عندنا فقط أربع حالات في حالة حرجة ويقوم فريق طبي وتمريضي متخصص بالعناية القصوى بمتابعة هذه الحالات على مدى 24 ساعة وتقديم أفضل سبل الرعاية للوصول لأفضل النتائج بالنسبة إلى المتعافين من المرض أو المرض أو اللي كانوا في الحجر الصحي إجمال المرضى اللي طلعوا أو اللي كانوا في الحجر الصحي وصل لـ 532 شخص ويتم متابعتهم إلى آخر يوم وعادت الفحص قبل خروجهم عشان يتأكدنهم يرجعوا للمجتمع بسلام وأمان وما يكونون عندهم فرصة لنقل العدوى لأشخاص آخرين بالنسبة للتعافي وصلنا إلى اليوم بفضل تعاون الجميع وبفضل الخطط الموجودة إلى 450 حالة التعافي وهذه الحالات طبعاً إحنا بدنا في متابعتهم المواعيد الموجودة إليهم أسبوع بعد خروجهم المستشفى وسبوعين وإلى أربعة أسابيع بما يشمل إحنا نقول المجموع ستة أسابيع من أول تقريباً أول عرض أو أول الفحص لما يطلع بحالة يكون موجبة وإحنا نتابع على أساس التأكد من صحة هذا المريض تأكد من سلامته أنه يكون سالب في هذه الفترة وما رح ينقله لو رجع إلى مجتمعه وإلى أهله وإخالط الجميع ويكون بصحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر